بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اليوم بإذن الله رح ناخد جمع مصفوفتين وضرب عدد ثابت في مصفوفة عشان نجمع مصفوفتين لازم عدد الصفوف والأعمدة في كل مصفوفة يكونوا متساويين يعني هنا يكونوا صفين وثلاثة أعمدة في المصفوفة الثانية يكونوا صفين وثلاثة أعمدة هذا شرط الجمع أو الطرح الجمع والطرح نفس الشيء وجدا سهلي طيب هنا اعطانا أوجد A زائد B الكل أس T وعرفنا أن T يعني مدور طيب نترك المدورة شوية ونمسك A زائد B أول حاجة رح نجمع المصفوفتين كيف رح نجمعهم؟ رح نمسك المقابل لكل مصفوفة ونجمع مثل هنا واحد مين المقابل لها في المصفوفة الثانية واحد واحد زائد واحد اتنين هنمسك الصفر صفر زائد اتنين صفر زائد اتنين 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 زائد ستة هيكون تمانية ننزل تحت ثلاثة من المقابل لها؟ ثلاثة ثلاثة زائد ثلاثة ستة أربعة من المقابل لها؟ في نفس المكان وفي نفس كل حاجة الصفر إذن هيكون أربعة زائد صفر أربعة خمسة من المقابل لها؟ أربعة أربعة زائد خمسة رح يعطينا تسعة إذن كده نكون جمعنا المصفوفتين تمام؟ إذن حاصل جمعهم اعطانا هذه المصفوفة طيب هو يبغى حاصل جمعهم ولكن ت ت يعني مدور وكيف نجيب مدور؟ نخلي الصفوف أعمدة والأعمدة صفوف يعني هنا الصف هذا رح نحوله إلى عمود اتنين واثنين وتمانية رح يصير عمود اتنين واثنين وتمانية وهذا الصف رح يتحول لعمود ستة وأربعة وتسعة رح يصير ستة وأربعة وتسعة إذن كده نكون أوجدنا A زائد B والستي إذن هذا هو الحل تمام؟ إذن الجمع والطرح نفس الحاجة ممكن هنا يغير الإشارة ويحط طرح إذن حنصير نطرح واحد طرح واحد صفر صفر طرح اتنين اتنين طرح ستة ونطرح كل الأرقام رح يكون نفس الطرحة رح يكون نفس الطريقة تمام؟ لو جابها بدون مدور يعني مثلا لو كان السؤال أوجد A زائد B رح يكون هذا هو الحل رح يكون هذا هو الحل تمام؟ أما لو كان فيه T فرح يكون هذا هو الحل طيب نيجي ناخد كيف ضرب عدد ثابت في مصفوفة معنى عدد ثابت يعني عدد لوحده عدد صحيح تمام؟ مثلا هنا إعطانا المصفوفة A وطلب مننا أنه إحنا نوجد 3A يعني 3 مضروبة في المصفوفة هذه إيش رح نسوي؟ رح نكتب الثلاثة هنا وراء قبل المصفوفة وإيش رح نسوي؟ نضرب الثلاثة مع كل رقم في المصفوفة ثلاثة في خمسة خمستاش ثلاثة ضرب سالب اثنين هيعطينا سالب ستة ثلاثة ضرب سالب واحد رح يعطينا سالب تلاثة ثلاثة ضرب صفر رح يعطينا صفر إذن كده نكون أوجدنا المصفوفة سالب تلاثة A كده نكون أوجدنا المصفوفة تلاثة A طيب نشوف المصفوفة الثانية اللي هو قال أوجدي سالب اثنين B يعني أضربي سالب اثنين في المصفوفة B اللي هو رح تكون سالب اثنين هنا تمام؟ ونضربها في كل رقم في المصفوفة سالب اثنين ضرب سالب أربعة سالب ضرب سالب موجب واثنين ضرب أربعة هيعطينا تمانية سالب اثنين ضرب واحد رح يعطينا سالب اثنين سالب اثنين ضرب ستة رح يعطينا سالب سالب اثنين ضرب سالب ثلاثة سالب ضرب سالب موجب واثنين في ثلاثة هيعطينا ستة إذن هذا حل المصفوفة سالب اثنين B إذن كده عرفنا كيف نجمع المصفوفات وكيف نضرب عدد صحيح في مصفوفة الجزئية اللي بعدها المفروض تكون إنها حاصل ضرب مصفوفتين لكن هذه رح أشرحها في فيديو لوحده رح أنتقد حين إلى كيف نعرف إذا المصفوفة متماثلة أو شبه متماثلة قال لك هنا المصفوفة تكون متماثلة إذا كان المصفوفة A تساوي مصفوفة A أس T اللي هي مدورة المصفوفة يكونوا الاثنين زي بعض وتكون شبه متماثلة إذا كانت المدور مدورة مصفوفة تساوي سالب المصفوفة نفسها يعني يكونوا نفس الأرقام ولكن بإشارات مختلفة كيف يعني؟ نحل عشان تبان أكتر هنا السؤال حدد إذا كانت متماثلة أم شبه متماثلة هنا الصف رح نحوله لعامود 1, 4, 6 رح تصير 1, 4, 6 هنا صف 4, 2, 5 رح يتحول لعامود 4, 2, 5 هنا الصف 6, 5, 3 رح يتحول لعامود 6, 5, 3 طيب نقارن هل هم نفس الأرقام ونفس كل حاجة زي المصفوفة الأصلية هنا 1 وهنا 1 هنا 4 وهنا 4 هنا 6 وهنا 6 هنا 4 و2 و5 هنا 4 و2 و5 هنا 6 و5 و3 هنا 6 و5 و3 إذن هم متشابهين في كل حاجة إذن هنا رح تكون متماثلة تمام؟ طيب نمسك المصفوفة اللي بعدها هنا صف نحوله عامود 5 سالب 1 و2 الصف الثاني 1 و0 وسالب 3 هتصير 1 0 وسالب 3 صار عامود سالب 2 و3 و0 رح يتحول لعامود سالب 2 و3 و0 طيب نجي نقارن هنا 0 وهنا 0 هنا سالب 1 أما هنا موجب 1 لو لاحظنا هنا اختلفت الإشارة هنا 2 وهنا سالب 2 نفس الرقم ولكن اختلفت الإشارة هنا سالب 1 أما هنا 1 اختلفت الإشارة هنا سالب 3 أما هنا 3 نفس الرقم ولكن الإشارة هنا 2 أما هنا سالب 2 برضو نفس الرقم ولكن اختلفت الإشارة هنا 3 هنا سالب 3 نفس الرقم ولكن الإشارة هنا 0 و0 لو لاحظنا كلها نفس الأرقام ولكن تختلف في الإشارة هنا راح نسميها شبه متماثلة إذن رقم B راح تكون شبه متماثلة طيب نيجي نشوف آخر مثال عندنا هنا صف راح نخليه عمود 1 سالب 2 و 3 2 و 0 و 6 راح يتحول لعمود 2 صفر و 6 7 وسالب 6 و 0 راح يتحول لعمود 7 سالب 6 و 0 طيب نيجي نقارن بالأصلية 1 و 1 سالب 2 و 2 3 و 7 لو لاحظنا هنا رقم مختلف هنا 3 وهنا 7 على طول بما إنه في رقم وجدناه مختلف تماما إذن راح تكون هنا هذه المصفوفة غير متماثلة و إنه لا هي متماثلة ولا هي شبه متماثلة إذن هذه غير ذلك إذن حتكون لا متماثلة ولا شبه متماثلة ولا أي وحدة منهم تمام إذن حيكون الخيار خلاف ذلك إن شاء الله يكون الدرس سهل وإذا عندكم أي سؤال أو أي استفسار أكيد تقدروا تسألوني وفي الفيديو القادم راح أشرح كيف حاصل ضرب مصفوفتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته